موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحييكم وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا حدود أطلقت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نداءها الإنسانية للعام 2011 من العاصمة القطرية الدوحة أمس الثلاثاء الثلاثين من نوفمبر ويضم النداء أربعة عشر نداء موحدا فرديا لاحتياجات اللاجئين في ثمان وعشرين دولة حيث تتصاعد أزمات اللاجئين يوما بعد يوم مع تقاعس إنساني ودولي عن الاستجابة لتحقيق احتياجات ملايين اللاجئين حول العالم لكن التقارير تشير إلى أن الدول العربية والإسلامية من أكثر الدول تعرضا لهذه المشكلة فاللاجئون الفلسطينيون يمثلون واحدة من أقدم قضايا الهجرة الحديثة بعدها تأتي مشكلة اللاجئين الأفغان والعراقيين والباكستانيين والسودانيين والصوماليين وغيرهم فالمآسي التي تسببها الحروب أو تسببها التغيرات المناخية أصبحت تضيف كل يوم عشرات الألاف من اللاجئين هنا وهناك وهناك مشكلة أخرى ربما أكبر هي مشكلة غير محدد الجنسية التي تظهر في دول الخليج بشكل خاص وفي حلقة اليوم نحاول التعرف على هذه المشكلة وأبعادها في حوار مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو جيتيراس تولى منصبه في الخامس عشر من يونيو حزيران عام 2005 أمضى قبل ذلك عشرين عاما في الحكومة البرتغالية والخدمة العامة من أبرزها أنه تولى منصب رئيس وزراء البرتغال لمدة خمس سنوات سيد جيتيراس مرحبا بك أطلقتم أمس الثلاثاء في الدوحة النداء الموحد للعام 2011 ماذا يعني هذا النداء؟ أولا إنه نداء بالنيابة عن الأمم المتحدة ككل وليس برامج اللاجئين فقط بل الأزمة الأهم من ناحية المعاناة الإنسانية التي قلتم أنها تشمل 28 بلدا وأكثر من 50 مليون شخص إذن هناك مؤسسات أخرى مثل الصليب الأحمر والهلال الأحمر ونظمات الحكومية كلها تلتأم سوية للتعامل مع هذا التحدي الإنساني الكبير الذي نواجهه في 28 بلدا وواضح أن أزمة اللاجئين داخل ضمن هذا النداء وكما قلتم فإن هناك برامج مهمة للغاية للأراضي الفلسطينية المحتلة وهناك برامج مهمة لأفغانستان والصومال والسودان والبلدان الأخرى تأثرت بهجرة الناس هكذا ما هي الجهات المستفيدة من هذا النداء؟ إن هذا النداء يهدف كما قلنا لإيجاد حلول للوضع الإنساني الذي يشمل 50 مليون شخص في العالم وهم الأضعف بين الأضعف هم المستهدفون وأيضا وكما قلنا هناك وكالات أممية والمنظمات الأحمر والصليم الأحمر لكن هدفنا أن نفعل كل ما ببسعنا للتعامل مع هذه الحاجات الإنسانية مثل الضحايا الفيضانات في باكستان وضحايا النزاع في أفغانستان وأيضا الذين يهربون من الصومال بسبب الظروف العالمية ما هي الجهات التي تدير عملية النداء الموحد الذي أطلقتمه؟ إن النداء قد وضعته سوية الوكالات التابعة لأمم المتحدة مثل أوتشا وهي التي تنسق الجهود الإنسانية وأيضا تزمع بين كل المشاريع التي تمثلها المنظمات المختلفة واللعبين المختلفين لكن الإدارة تتم من خلال أمم المتحدة ومكتب تنسيق الجهود الإنسانية التابعة لها لكن الكثيرين لا سيما من اللاجئين ينظرون للأمم المتحدة على أنها ليست سوى ذراع للقوى الكبرى المتسلطة والمتسببة في معظم هذه المآسي التي يعيشها هؤلاء أعتقد أن من المهم أن نميز أن الأمم المتحدة لها مكونات مختلفة فهناك بعد سياسي للممتحدة والذي يدار من قبل الجمعية العامة ومجلس الأمن وتتخذ فيها القرارات وفقا للقوانين في مجلس الأمن والجمعية العامة المتحدة لكن هناك أيضا كيانات ووكالات التي تتبع المبادئ الإنسانية الصارمة فنحن مضطرون لاحترام مبدأ عدم الانحياز والاستقلالية والحيادية وأن نتصرف دائما على أساس حماية ورعاية الناس الذين نرعاهم أي أن نعمل كل مواسعنا لنظمن أن عملنا لا يستغل من قبل أي طرف ولا حتى البلدان المانحة التي تغطي تكاليف نشاطاتنا فاستقلالية هذه الوكالات في وجهة رأي هي الأولوية أليست أنتم تقومون بعمل إنساني في الوقت الذي تسمح فيه البنية السياسية للأمم المتحدة والقرارات السياسية المتمثلة في الجمعية العامة ومجلس الأمن لكثير من الدول أو لبعض الدول أن تقوم بانتهاكات تسبب هذه المآسي التي تسعون أنتم لعلاجها مثل إسرائيل، مثل الولايات المتحدة، مثل بريطانيا، مثل هذه الدول الكبرى هي التي تسبب هذه المآسي أما يفقد هذا مصدقية الدور الذي تقومون به؟ أمل أن لا يكون الأمر كذلك وأمل أن يميز الناس وأن يفهموا ما هو نوع العمل الذي نقوم به ومدى استقلاليتنا هناك عدة أسباب الكوارث الثاني هناك كوارث طبيعية، هناك فيضانات، هزات أرضية وأيضا كوارث يصنعها الإنسان من خلال نزاعة المسلحة وفي الكوارث التي يصنعها الإسنان هناك مسؤوليات تترتب في عملنا نحن هي ليست مهمتنا أن نصدر أحكاما حول أسباب النزوح ومعاناة اللاجئين لكن واجبنا أن نساعد منهم بحاجة ومن يتأثر بهذه النزاعات أو الكوارث الطبيعية لكن دائما كما قلنا أن نحافظ على استقلاليتنا ونضمن أننا لا نسمح بأن نستخدم كأداة من قبل أي طرف من الأطراف لأن هذا هو الشرط الأساسي لحماية مصداقية عملنا إذا ما نظر إلينا لكن هناك أبعاد سياسية في أدائكم هناك أبعاد سياسية في أدائكم الدول التي تمول المفوضية العامة هناك دول متورطة في قرائم حرب ضد هؤلاء اللاجئين الذين تقومون بمساعدتهم ما نقوله بكل وضوح هو الآتي نحن نفعل ما علينا أن نفعله استنادا إلى مبادئنا الإنسانية ولا نتبع أي أجندات لأي بلد ولا حتى البلدان التي تمولنا فشرط أساسي لنا عندما نقبل أي تمويل هو ضمان أننا نستخدم هذا التمويل بحرية من دون أي بعد سياسي جزء من بلده نعم صحيح لو أن هناك جزء من مجلس الأمن ينظر إليه سكان بعض البلدان بشكل سلبي هناك أناس في قرى لا يميزون بين العمل السياسي للأمم المتحدة والجانب الإنساني لهذا السبب من الأهمية أكثر أن نركز على أهمية العمل الإغاثي الإنساني ونضمن أن ما نقوم به يستند بشكل صارم على المبادئ التي قلناه وهي الحيادية والاستقلالية وهي أيضا ضرورية جدا من دون أن نسمح لأنفسنا أن نستغل كأداة من قبل أي قوة لا تستطيع أن تقدم وتغطي الحاجات التي نحن نرعاها وهذا ما يهمنا الناس وحاجاتهم المبلغ الذي طلبتموه من خلال النداء ضخم للغاية سبعة مليارات دولار هناك اتهام لموظف المفوضية العامة أنهم هم الذين يستفيدون برواتبهم وبدلاتهم وانتقالاتهم وسيارتهم وطائراتهم من القسم الأكبر من هذه المساعدات بينما يذهب الفتاة البسيط إلى اللاجئي هذا شيء أمر في غاية الأهمية نحن علينا أن نضمن أن المال الذي يأتينا من خلال هذه المناشدات لا يستخدم لتغذية منظمات وهياكل ولكنه موجه لتغطية حاجات الناس كل المنظمات تميل إلى أن تكبر وتتضخم وتترهل ولكن علينا أن نضمن أننا لا ننفق مالا كثيرا على أنفسنا بل أن ننفق الموارد على من يستحقها ما قمنا به في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تعملون المتحدة لدينا اليوم سبعمائة موظف في بقر القيادة أيضا ميزانيتنا في السابق مثلت 14% للمصاريف الآن هي تسعى فاصل شيء أيضا وفي السابق كان 42% يذهب إلى العمليات الأرضية الآن 28% إذن نحن دائما نعمل جاهدين وبطريقة نمو عن التزام كبير لتخفيض تكاليفنا الداخلية لكأن نطمن أن المال الذي يعطى إلينا يوفر لحاجة الناس الذين يحتاجونه وحتى من خلال ذلك يجب أن نكون يقيضين ومنتبهين لأنكم كما قلتم بحق أن كل النظامات تميلة إلى أن تكبر وتترهل وأحيانا تنفق المال بشكل غير صحيح رغم حسن النواية فمن واجبنا أن نتصدى لمثل هذه الميول بكثير من الصرامة على اعتبار أن الولايات المتحدة هي المتسبب الرئيسي في معظم المآسي التي يعيش فيها سكان العالم سواء بالحروب المباشرة أو غير المباشرة أما تفرضون على الولايات المتحدة أن تتحمل القسم الأكبر من هذه التكاليف التي تتلخص في منح الحد الأدنى لهؤلاء حتى يعيشوا مثل البشر الحقيقة أن في الكثير العمليات التي نطلع بها الولايات المتحدة مساهم كبير فيها لكن عدا عن ذلك من الضروري لنا أن نحافظ على استقلاليتنا عن مصدر تمويلنا إذن هناك شيء وهو إصدار الأحكام السياسية وأنا كمواطن عن ما هو مسؤول عن هذا الأمر أو ذاك الأمر الآخر هو أيضا كأن نحن في عملنا كمنظمات إنسانية وإذا ما دخلنا في البعد السياسي للنزاع فلن نستطيع أن نقوم بعملنا وفقا لتفويضنا ما هو ضروري لنا هو أن نضمن كما قلت أن ما نقوم به لن نتحول إلى أداة بيد أي قوة أي كانت تلك القوة ونحن فقط نلتزم بمعيار واحد وهي حاجة الناس على اعتبار أنك هنا في الخليج وهنا في قطر تحديدا هناك مشكلة يعاني منها بعض أهل الخليج وهي مشكلة غير محددة الجنسية أو ما يطلق عليه في الخليج مشكلة البدون هناك حوالي 105 ألف في الكويت هناك 20 ألف في الإمارات وهناك في قطر حوالي 1300 هناك في السعودية 70 ألف حسب أرقام المفاوضية ماذا فعلتم بشأن هذه المشكلة مع هذه الدول هنا؟ نحن دخلنا في الكثير من المناصرات مع الحكومات لتغلب على هذه المشكلة وأنا متفائل بطبعي وإن لم أكن متفائلا فلا نستطيع أداء مهام عملي لكن المهم أن نتذكر أن هناك تقدما يحصل فيما يخص كثيرا من هذه النواحي التي ذكرتمها وهي عدم امتلاك الناس لجنسيات فهم ليسوا مواطني أي بلد ولا يتمتعون بحقوق المواطنة مع أي بلد أو في أي بلد أولا من المهم أن نركز على أن أحد أسباب عدم امتلاك جنسيات أنا لا أتحدث عن بدون تحديدا في العالم العربي بشكل عام هو مشكلة أن الأمهات لا يستطيعون إعطاء جنسيتهن لأبنائهن فقط الأب يفعل ذلك لكن في بعض الحالات الأب يختفي من الوجود أربع بلدان سمحت بإصدار قوانين تسمح بذلك وهي المغرب والجزائر ومصر وتونس ونحن نشن حملة تم إطلاقها من قبل هيئتنا التنفيذية قبل بضعة أشهر تناشد البلدان لتسمح بالأمهات لإعطاء جنسيتهن لأبنائهن ثانيا هناك عدد معين البلدان جنست المواطنين وهذا بدأ يكتسب أهمية فيما يخص قضية البدون نعم لا يستفقد في بلدان خليج مثلا لبنان حالة أخرى على ذلك والبحرين والإمارات وكذلك بحرين والإمارات وعمان منحت حق التجنس لعدد معين من الناس معظمهم كان من دون جنسية من قبل هناك أيضا قضية أخرى قليل يعني أعداد قليلة نعم في الإمارات 60% من الناس كانوا قد دخلوا ضمن هذا المشروع في البحرين لا أستطيع أطائك رقم حد أعتقد حوالي 7000 إذن نحن نحقق تقدما في حالات أخرى عديدة هناك استعادة للجنسية التي سحبت من أصحابها كما حصل في العراق وقبيلة معينة في قطر وموريتانيا أيضا بعض البلدان تتمدى خطوات لتكامل الاقتصادي بين المواطنين ورأينا خطوات مثل هذه في الكويت والكويت شكلت لجنة مؤخرا والتي من حيث المبدأ سوف تعمل حسب تعليماتها لديها خطة لخمس سنوات لحل مشكلة البدون رأينا إجراءات مماثلة في لبنان ومؤخرا أيضا إجراءات من هذا القبيل اتخذت في البحرين إذن هناك تقدم يحصل بالطبع نحن لسنا سعداء تماما نريد أن نمضي قدما إلى الأمام ونأمل يوما أن كل هؤلاء يمتلكون جنسية وأن لم يكن لهم جنسية تمتعونة بحقوق المواطنة الأخرى أنا أعرف أن كيف تنظر لمستقبل مشكلة البدون لأن القلق الذي يعيش فيه هؤلاء لا سيما في الكويت الأعداد كبيرة يشعرون بعدم رؤية المستقبل يشعرون بعدم شعور الآخرين بإنسانيتهم بحاجاتهم ما هو مستقبل هذه المشكلة؟ هل ستظل العقود قادمة يتحدث فيها الناس كما مضى عليها عقود يتحدث عنها الناس؟ كما قلت الكويت قد شكلت لجنة للتو هدفها حل مشكلة البدون في خمس سنوات ونحن نأمل أنه خلال هذه المدة سيكون هناك تشخيص للأشخاص والخطوات المتخذة لمنح الجنسية الكويتية لكل أولئك الذين لا يستطيعون الحصول على جنسية أخرى في مشكلة عدم تلاك جنسية وما هي الجنسية التي يجب أن تمنح له ونحن نشعر بكثير من الأمل ونأمل أن تترجم هذه الحالة إلى خطوات عملية الآن لدينا خطة ولدنا اللجنة نأمل أن تتحول خطة إلى واقع عملي وهناك في الكويت بعض التقدم فيما يخص اكتساب الحقوق الاجتماعية والمجتمعية وهي قضية مهمة لكنها لا تكفي وهي قضية أن لا يكون للجميع حق من احتفاظ جنسية لدينا 12 مليون شخص حسب تقديراتنا في العالم وأكثر من 6 ملايين منهم مسجلون مع وكالتنا وفوضيتنا وحققنا تقدما عظيما في أن نيبال مثلا أعطت الجنسية لمليوني شخص بنجلاديش البهاريين الذين منحوا أو يمنحون الجنسية بعض الأوضاع المعقدة جدا بشكل تدريجي بطيء يتم محلها ولكن للأسف المجتمع الدولي لم يولي اهتباما كبيرا هذا أنا أجريت الكثير من المقابلات مع الكثير من الفضائيات وأنا سعيد جدا لأنكم أثارتم هذا الموضوع لأن هذا موضوع في غاية الأهمية وأن أحثكم في مناصرتكم كوسيلة إعلام لهذه القضية وهل الأشخاص أن تبرهنوا عن وجود هذه القضية والحاجة لحلول سريعة ناجعة لها ماذا عن بقي دول الخليج تحدثت عن الكويت ماذا عن قطر عن السعودية عن الإمارات عن البحرين كما قلت فيما يخص قطر كان هناك برنامج منح جنسية أو عادة منح جنسية مفقودة في الإمارات أتكلم عن المستقبل نعم فيما يخص المستقبل نحن سنستمر في تفاعلنا مع هذه الحكومات بكي تكون هناك المزيد للخطوات لمنح الجنسية وحل مشكلة الفجوات في حقوق الناس مثل حقوق التعليم للأطفال الحصول على رعاية صحية مجانية حق امتلاك عمل أو وظيفة وهي قبل منح الجنسية أن تعطى لهم هذه الحقوق أنا أعرف أن اللاجئين الفلسطينيين يتبعون الأنر ولا يتبعون مسؤوليتكم بشكل مباشر لكن لبنان تتبعكم وهناك عدد كبير من الفلسطينيين يعيشون في لبنان عشرات الألاف هؤلاء ممنوعون من حق العمل أنا رأيت أطباء يعملون في وظائف بسيطة لأنهم لا يحق لهم كفلسطينيين العمل في لبنان طبق قوانين صدرت منذ ستين عاما لماذا أيضا لا تساعدون هؤلاء اللاجئين الذين تعلموا والذين أصبحوا مستعدين لكي يحملوا أسرهم وينفقون عليها بدلا من أن يكونوا عبءا على الآخرين لكي تتاح لهم الفرصة وتتغير القوانين في لبنان وتسمح لهم بالعمل أولا في لبنان ما زالت أنروا هي المسؤولة عن الفلسطينيين في فلسطين نفسها واللاجئ الفلسطين في فلسطين وفي الأردن وفي سوريا وفي لبنان وفي الواقع إذا ما ذهبت إلى سوريا كل الفلسطينيين لديهم نفس حقوق المواطن السوري بمكان أن يعملوا ويفعلوا كل شيء في لبنان الوضع ليس كذلك لكن مؤخرا كان هناك جدل مهم تابعناه بعض كان يؤيد بعضهم كان يعارض لكن كما قلنا هذا ليس جزءا من تفويضنا ولكن باعتبارنا مواطنين عالميين نحن دائما نحث ونشجع البلدان والدول لتملح للناس كل الحقوق التي تسمح لهم بحياة طبيعية أنا الحقيقة أتعجب من سلوكيات بعض الدول العربية والإسلامية التي لا تمنح حق اللجوء والإيواء وغيرها والجنسية والأمور الأخرى في الوقت الذي يستطيع في أي شخص يعيش في بريطانيا أو غيرها خمس سنوات فقط أن يحصل على جنسيتها في ظل أنكم أصدرتم كتابا في المفاوضية العامة للأمم المتحدة اسمه حق اللجوء بين الشريع الإسلامية والقانون الدولي للدكتور أحمد أبو الوفا وأنا اطلعت على الكتاب الحقيقة وجدت أن الإسلام قد سبق منذ 1400 عام في منح هذه الحقوق التي ينادي بها الناس الآن ولا الغرب ينفذها والدول العربية والإسلامية لا تنفذها هل من خلال هذا الإصدار الذي أصدرتمه تقوم الدول العربية والإسلامية بواجبها تجاه أبنائها في حق اللجوء في الوقت الذي تنص الشريعة بل تؤكد على هذا الحق مع القوانين الدولية أولا أعتقد أن من الهمية بمكان أن نركز على مسألة أن أكثر أهم شركائنا وأكثر البلدان سخاء في تعاونها معنا هي البلدان المسلمية مثل باكستان لديها ما يزال 1.7 مليون لاجئ أفغاني وفاكستان لديها كل هذه المشاكل الفيضانات والقتال في الشمال كان بمكانهم أن يطردوا الأفغان لكن لم يفعلوا بل يوفروا لهم الحماية والإيواء ويشاطرونهم القليل الذي لديهم إيران لديها مليون مهاجر أفغاني سوريا حوالي مليوني لاجئ من العراق ولديهم من قبل اللاجئين الفلسطينيين إذن لهم أن نقول أن واحدة من أكثر البلدان سخاء ربما الأكثر سخاء في العالم فيما يخص حماية اللاجئين هي بلدان إسلامية نعم صحيح نحن بالتعاون مع منظمة الأتمر الإسلامي أصدرنا هذا الكتاب الذي كتبه أستاذ قانون مرموق في جامعة القاهرة والذي يبرهن على أنه لا يوجد أي شيء في الواحد وخمسين ميثاقا لحماية اللاجئين ليس موجودا في القرآن الكريم ولا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم رغم أن العالم الحديث فقط عرف هذه المشكلة بعد الحرب العالمية الثانية كل شيء له جذور عميقة ليس فقط في الشريعة والقانون الإسلامي لكن حتى في تقاليد الجزيرة العربية في مرحلة ما قبل الإسلام هذا بالنسبة إلينا كان أداة مهمة في مناصرتنا والدفاع عن الحقوق مع هذه البلدان في العالم الإسلامي أحيانا بعض البلدان كانت تتردد في حماية اللاجئين الذين يلجؤون إلىها داخل حدودها وسوف نستمر في مناصرتنا ليس فقط لأن هذا من واجبنا كما أشير إليه في لواحينا الداخلية تاول المتحدة لنضمن أن المواثيق تطبق وحقوق الاجئين تمنح لكم لكن أهم وأكبر شركائنا هي في بلدان العالم الإسلامي وفي العقلية الإيجابية موجودة في العالم الإسلامي وسأضرب لك مثلا سوريا والأردن هناك عراقيون في الأردن وسوريا والذين يسمح لهم أن يعودوا إلى العراق ليروا وضع البلاد وتبقى عائلاتهم وأحيانا يسمح لهم بالعودة إلى الأردن وسوريا ليستمروا في الجوئة لكن بعض البلدان الأوروبية تريد إعادة العراقين إلى بغداد والموصل عندما ننتقد بلدان في العالم العربي علينا أن نكون واضحين أن هناك الكثير من الانتهاكات للمواثيق الواحد والخمسين في العالم المتقدم أيضا وكرم الوفادة ورعاية اللاجئين موجودة في بلدان العالم النامية أكثر من 80% اللاجئين هي في البلدان النامية لذلك قمنا بإعطاء هذه المناشدة من أجل حماية اللاجئين وللبلدان الأكثر غنى أن تتحمل مسؤوليتها لتضمن أن البلدان التي تحملت العب الأكبر أن تتعامل تخيل الوضع لفاكستان وإيران وسوريا والأردن طالما أثرت قضية العراق اللاجئون العراقيون ربما يكونون من أحدث اللاجئين العرب بسبب الاحتلال الأمريكي للعراق الذي حدث في العام 2003 مشكلة اللاجئين العراقيين وكثير منهم الآن هاجروا الملايين هاجروا إلى سوريا إلى الأردن كما أشرت إلى مصر إلى الدول الأوروبية بعضهم في استراليا انتحر بسبب أن الدولة ترفض منحه اللجوء وفي أماكن أخرى يعيشون أوضاعا مأساوية الوضع المأساوي هذه قضية اللاجئين العراقيين كقضية جديدة بالنسبة لكم ما الذي تشكله أسمع منك الإجابة بعد فاصل قصير نعود إليكم بعد فاصل قصير لمتابعة هذا الحوار حول أوضاع اللاجئين واللجوء وعاديم الجنسية أي البدون في الدول العربية والإسلامية مع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو جوتيرس أهلا بكم من جديد بلا حدود ضيفنا هو المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السيد أنطونيو جوتيرس موضوعنا حول تفاقم أزمة اللاجئين في الدول العربية والإسلامية ومشكلة البدون وغير محدد الجنسية في دول الخليج كان سؤالي لك حول أحدث اللاجئين العرب وهم اللاجئون العراقيون الذين تسببت الولايات المتحدة باحتلالها وغزوها للعراق في وجودهم في كثير من الدول العربية هذه المشكلة كيف تعالجونها وكيف تنظرون إليها هناك تدفقات وموجات مختلفة من اللاجئين العراقيين هناك أوضاع تعود لما قبل عشر وعشرين عاما لكن أكبر الموجات كانت نتيجة للتدخل الذي حدث مؤخرا أولا من المهم أن نتذكر كما قلنا ولا بأس أن نكرر أن هناك كرم الأردن وسوريا وكذلك لبنان وغيرها لأن بدون كرم هذه البلدان كان من المستحيل التعامل مع مئات آلاف من البشر يعبرون الحدود لكن اسمح لي اسمح لي هنا أن أيضا هناك من يقول أن هذه الدول فتحت أبوابها للعراقيين لأنهم ليسوا لاجئين فقراء وإنما كان معهم المال الذي أنفقوه في هذه الدول وأنعشوا اقتصادها الحقيقة هي أن في سوريا أكثر من الأردن الغالبية العظمى من الذين هربوا إلى سوريا كانوا من ذوي الدخل المنخفض في الأردن ربما كان هناك مجموعة ذات دخل أعلى وأيضا فقراء جدا نحن على اتصال بناس فقراء جدا في الأردن وفي سوريا لكن خاصة في سوريا الغالبية العظمى من العراقيين اللاجئين في سوريا لهم دخل محدود حتى الذين كان لهم دخل عالي أنفقوا المال لأنهم اضطروا إلى ذلك نعم هم تعاونوا ونحن تعاون معهم مع الأردن مع سوريا من أجل حماية هؤلاء اللاجئين لكن هدفنا يبقى ونعمل مع العراق ومع الحكومة العراقية الجديدة نأمل ذلك لخلق الظروف المناسبة لهم ليعودوا إلى البلد وأن يعودوا طواعية ولكن هذا يتطلب شروطا مثل توفر الأمن لكن الأكثر من ذلك أيضا تعويض الفقر تعويض فقدان العقارات والأعمال الوظيفية وما إلى ذلك لديك أيضا هؤلاء النازحين والمهجرين داخل حدود البلد والمهجرون داخل البلد نحن قلقون عليه بشكل خاص حوالي خمسمائة ألف منهم يعيشون في ظروف دراميتيكية وكأن نقول نكون صريحين حتى ما نقدم نحن مساعدات لا تتجاوز قطرة في بحر ونأمل من الحكومة العراقية أن تتحمل كامل مسؤوليتها وأن تستثمر في الموارد التي نحتاجها لحل مشكلة المهجرين داخل البلد والنازحين ولاشتذاب الذين خرجوا وتركوا البلاد باعتبارهم مستقبل العراق هناك ثلاث جداول أخذناها من الكتاب الإحصائي للمفوضية العامة لشؤون اللاجئين للعام 2009 الجدول الأول يتحدث عن أكبر الدول تصديرا للاجئين أفغانستان مليونين وثمانمائة وثابعة وثمانين ألفا ومئة ألف العراق مليون سبعمائة خمسة وتمانين ألف ومئتين الصومال ستمائة وثمانية وسبعين ألف وثلاثمائة الكنغو الديمقراطية ربعمائة خمسة ومسين ألف ميانمار رولومية وستة كولومبيا تلتمائة وتمانين السودان تلتمائة وثمانية وستين ألف إتنام إرتريا سربيا الجدول الثاني يتحدث عن أعداد اللاجئين حسب المناطق بنهاية 2009 تحتل وسط إفريقيا والبحارات العظمى عددهم تسعمائة خمسة واربعين ألف وفي الشبه لجموع اللاجئين تسعمائة وستين ألف وتلتمية شرق إفريقيا والقرن الأفريقي جنوب إفريقيا غرب إفريقيا الأمريكتين أسيا ومنطقة المحيط الهادي أوروبا شرق الأوسط وشمال إفريقيا حوالي مليونين ونصف المليون تقريبا باستثناء شمال إفريقيا أيضا الجدول الثالث ربما يوضح أكثر الدول استضافة للاجئين وقد تحدثها المفاوض العام عن باكستان ومدح باكستان وما تتحمله من وجود مليون وسبع من عشر تقريبا أفغاني على أرضها إيران مليون وسبعين ألف سوريا مليون خمسمية واربعة وخمسين ألف ألمانيا خمسمية وتتعين ألف الأردن ربعمية وخمسين ألف كينيا تشاد الصين والولايات المتحدة والأم المتحدة هذه الجداول تبين بعض الأوضاع وهذا يجعلنا بعد العراق نتناول وضع السودان واللاجئين في السودان في ظل أني هنا في النداء لحظته أن السودان هي أكثر الدول المطلوب الإنفاق عليها بالنسبة للاحتياجات مليار وسبعة من عشر دولار الأمريكي تطلبوها من أجل السودان لسد حاجات اللاجئين فيها والمشكلات الموجودة فيها السودان الآن على وشك الانفصال هل هذا يمكن أن يفاقم مشكلة اللاجئين في السودان؟ أولا أن هذه الحاجات ليست فقط بسبب اللاجئين لكنها الحاجة الكاملة لكل نواحي دعم الإنساني لكنني أريد أن أكرر ما قلته علينا أن نفعل كل ما بوسعنا للحيلول دون تحول مسألة الاستفتاء في السودان لكي تصبح مصدر أزمة ونزاع جديد وأنا أناشد حكومة السودان وحكومة جنوب السودان للبلدان المجاورة وللمجتمع الدولي لنعمل ما نستطيع لدعم السودانيين لكي نضمن أن هذا الاستفتاء يتم بسلام وأيا كانت النتيجة أن يكون حلها ونتيجة أمس المية ربما قد يكون هناك انفصال أو لا لكن سيكون هناك دائما حاجة متبادلة بين الشمال والجنوب فالسكان هم سوية نعيشون سوية لقرون من الزمن لذا علينا أن نعمل من أجل عدم اندلاع نزاع جديد وأن نضمن ظروفا أيا كانت نتيجة الاستفتاء أن تكون النتيجة سلمية لا أحد يريد العودة إلى العودة إلى النزاع بين الشمال والجنوب حيث كان مئات الآلاف يهربون وينزحون والوضع كان سلبيا جدا من وجهة نظر إنسانية السودان بلد غني لديه نفط ولديه فرصة أن يعطي مستقبلا زاهرا لأبناء لذلك يجب أن نعمل كل شيء لتفادي تطورات كارثية حسب رأيي ممكن تفاديها تماما إذا ما عملنا جميعا بنفس الاتجاه السودانين أولا ثم المجتمع الدولي أحيانا المجتمع الدولي لا يساعد بالطريقة التي يتدخل فيها الآن آن الأوان للجميع لكي يندفعوا بنفس الاتجاه وهو اتجاه تحقيق السلام هناك مشكلة لاجئين أيضا في اليمن واليمن فيها حرب بين الحوثيين والحكومة وفيها مشكلات كثيرة مشكلة اللاجئين في اليمن أيضا كيف تتعاملون معها نحن لدينا عمليات مهمة للغاية في اليمن بأبعاد متعددة أوله اليمن كان مرة أخرى من البلدان الكريمة التي منح حق اللجوء الفوري للكثير من الصومالين الذين وصلوا شواطئ اليمن وهذا أمر لا يحدث في أماكن أخرى الصومالين دائما يكونون ضحية تمييز ومعاملة سلبية في الكثير من حال العالم عندما يحاولون إيجاد حل لمأساتهم اليمن رغم أنه بلد فقير ويواجه مشكلات داخلية معقدة كان دائما يقدم هذا الدعم للصوماليين ونحن نساعد السلطات اليمنية لتتعامل مع هذا التحدي لكن مؤخرا كان هناك أحداث في الشمال وهي متتنثل بالنزاع بين الحكومة وجماعة الحوثي وأعتقد أن حكومة دولة قطر لعب دورا مهما للعب دور وساطة وخلق شروط مواتية لتحقيق السلام كانت هناك بعض المشكلات في تطبيق وقف اطلاق النار وأيضا بعض المشكلات هناك لكن المهم أن حالة وقف اطلاق النار تستمر وأن يتاح للجميع الوصول إلى المساعدات من المهم أن ننظر بنظر أعمق وهي مشكلة تجذر هذه القضية في الفقر فأكثر من نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر والمياه تزداد شحة وإنتاج النفط يتراجع بشكل كبير والبلد بحاجة إلى تضامن دول كبير ليتعامل مع تحدياته ويوفر الحد الأدنى من السلم والاستقرار داخل البلد وضع دولة مثل العراق هل يجعلنا وجود لاجئين في العراق وكانت دولة غنية وأهلها من الأغنياء المشورين هل يجعلنا نتقوف من مستقبل تفاقم إضافي في مشاكل اللاجئين في دول تعتبر دول غنية ودول يعيش سكانها بحبوحة من العيش وشاهدنا ما حدث في 1990 للكويتيين على سبيل المثال نحن لدينا لاجئين من أوروبا كما تعلمون فلدينا مشكلة لاجئين من كولومبيا كولومبيا أيضا بلد غني في أمريكا اللاتينية وهي لديها تنمية اقتصادية ناجحة إذن نحن نشاهد وهذا أمر مخيف حقيقة وحالات جديدة نرى الناس يخافون الأجانب وتوجهات شعبوية سياسيا لبعض البلدان موجهة ضد الأجانب والمهاجرين وحيانا ضد طالبي اللجوء حتى إذن هناك حاجة لكي نجعل الناس يفهمون أن التسامح مسألة أساسية ونحن يجب أن نحترم بعضنا البعض كل المجتمعات يجب أن تكون متعددة دينيا وثقافيا وعرقيا وهي مشكلة بدأت تظهر في العالم المتقدم وأيضا بعض أكثر مظاهر المعادات الأجانب جاءت من بلدان هي الأغنى مثلا على سبيل المثال بلدان لا تستطيع تحيا وتبقى بدون هجرة خذ بلدي على سبيل المثال أن المستوى الخصوبة في البرتغال نعن 1.3 و1.5 مؤخرا والدي توفي مؤخرا كان في الخامسة والتسعين من عمره ومر بمرحلة عصيبة في أواخر أيام حياته كان يتنقل بين البيت والمستشفى ووالدتي احتاجت إلى من يساعدها كممرضة ليس ممرضة مؤهلة لكن من يستطيع رعاية مريض بالحد الأدنى كلما كنت أزور بلدي في عودتي إلى البرتغال في عطة نهاية الأسبوع التقيت بسبعة أشخاص يرعون أبي الثنين منهم كانوا فرتغاليين مثلا لو كنت أفعل هذا في جنيب مثلا الأوروبيون في كل مكان يحتاجون إلى الهجرة ليبقوا من أجل دايمومة ديناميكية مجتمعاتهم اقتصادياتهم وأحيانا هذا لا ينظر إليه بهذا الطريقة ونرى أن السكان يرفضون الهجرة لأنهم رغم أنهم لا ينجبون من الأطفال ما فيه كفاية لتطور مجتمعاتهم بشكل طبيعي إذن الرهاب الأجانب هذا هو أكبر تهديد لحماية اللاجئين في العالم وأنا آمل أننا أن نظافر جهودنا لنحارب هذه الشعبوية السياسية ولكي نتخلص من رهاب الأجانب هذا ولكن في العالم التقدم خصوصا والعالم الذي أنتم إليه أنا تحديدا هذا المثال يجعلني أسألك عن شيء هام للغاية وهو عشرات أو مئات الآلاف من اللاجئين العرب والمسلمين الذين استقبلتهم الدول الغربية الولايات المتحدة بريطانيا الدول الأوروبية المختلفة هؤلاء يشكون أيضا من الأوضاع التي يعيشون فيها وأن هذه الدول لا تتقبلهم ثقافيا ولا تتقبلهم دينيا ويعيشون في أوضاع تجعلهم يفضلون العودة إلى بلادهم على أن يبقوا إذا هذا الأمر الذي تتحدث عنه هو العالم لا يستطيع يعيش بدونه وأنتم في الغرب لا تستطيعوا أن تعيشوا بدون هجرة وهؤلاء هجروا إلى بلادكم كيف أنتم في المفاوضية العامة تتعاملون مع مشكلة اللاجئين العرب والمسلمين الذين يقيمون في دول الغرب ويعانون من التمييز الديني والثقافي في تلك الدول أولا أنا باعتبار المفاوض الثامن اللاجئين أنا لا أتماهى مع شرق أو غرب أو أوروبا أو غيرها بل مع العالم ككل أنا أشعر بأن معاناة الآخرين هي معاناتي وألمي أي من يعاني من الرهاب أو الخوف من الأجانب وهكذا ما نقوب به في منظمات المجتمع المدني أو المنظمات ذات الطابع الديني سواء كانت مسيحية أو إسلامية أن نحارب مظاهر الرهاب الأجانب هذا والرهاب من الإسلام أو الإسلاموفوبيا وردود الفعل تجاه الجاليات المسلمة وما نقوله بكل وضوح واليوم السكان المسلمين في أوروبا هي مكون أساسي للمجتمعات الأوروبية وهذا يجب أن يفهم على هذا الأساس ويجب أن يكون هناك حاجة أن يعتبر هذا الأمر بهذا الاعتبار فكل المجتمعات تصبح متعددة عرقيا ودينيا وثقافيا كما قلنا والذين لا يفهمون هذا الحقيقة مصيرهم الفشل لأن هذه الظاهرة غير قابلة لأن تعكس وترتد إلى الوراء ربما في بعض الحال عمل العالم مجتمعاتنا متجانسة هذا ربما كان في الماضي لكن لم يعد اليوم المستقبل هو على أساس التسامح والاحترام والتعايش سوية وهذه الطريقة الوحيدة وأي طريق ستؤدي إلى كارثة لكنك تعيش هناك وتدرك أن ما يحدث هو عكس ذلك ما يحدث هو زيادة في الخوف من الإسلام زيادة في القوانين المتشددة ضد وجود المسلمين أصبح هؤلاء يشكون من أوضاعهم هناك إعلام غربي عنصري ضد هؤلاء هناك سلوكيات يشعر فيها هؤلاء بالغربة هل معنى ذلك أن هذا أمر يمكن أن تتفاقم عنه مشكلة أخرى بالنسبة لهؤلاء اللاجئين آمل أن لا يتفاقم الوضع في المستقبل علينا أن نتصدى لهذه الظاهرة لكن هناك مظاهر إيجابية وتحسن أيضا في بعض الأوضاع نرى في بعض الحالات نرى أن جهودا كبيرة ترمي إلى جعل الناس يشعرون براحة بغض النظر عن دينهم أو انتمائهم المسألة ليست سلبية في كل مكان هناك ردود فعل إيجابية خاصة من لد منظمات المجتمع المدني أيضا هذه المنظمات تحاول وتندد بمظاهر رهاب الأجانب والمشاعر السياسية الذات الطابع السلبي أو وسائل الإعلام التي تستخدم المشاعر السلبية ضد الآخرين لكن اعتقادي كما قلت لك أنا متفائل ومن دون ذلك لا أستطيع أن أقوم بما أقوم به شعوري أن في النهاية الذين يكابدون ويكافحون من أجل التسامح والعيش سوية سيسودون كمفوض سامي لشؤون اللاجئين هل أعداد اللاجئين في العالم تتصاعد أم تقل؟ أن عدد اللاجئين تقريبا مستقر حوالي 15 مليون بما في ذلك اللاجئين الفلسطينيين رغم أن هناك وكال أخرى تتعامل معهم و27 مليون نازح أو مهجر داخل الحدود هم ممكن أن يسموا لاجئين داخل حدود بلدهم أو مهجرين أو نازحين رغم أن تفويضنا له علاقة بمن يعبر الحدود هؤلاء زادوا عددا في السنوات القليل الماضية وما يقلقني أكثر هو قدرة الأزمات على أن تطول وتستمر في العام الماضي ساعدنا 150 ألف لاجئ العودة إلى بلادهم بكرامة المعدل على مدى عشر سنوات كان مليون إذن أكبر عمليات عودة لاجئين كانت قد تأثرت بشكل سلبي بسبب الأوضاع الأمنية مثلا أفغانستان تحديدا أو جمهورية الكونغو الديمقراطية إذن هي ليست فقط أعداد اللاجئين ولكن حقيقة أن معظمهم لا يرون أي حدود لمعاناتهم ويروا أنهم محكوم عليهم أن يبقوا لاجئين لفترات طويلة وهذا ربما هو أكبر تحدي نواجهه في هذه اللحظة تحديدة من خلال تعاملكم مع اللاجئين ومن خلال مخططاتكم هل أمل اللاجئين هو الحصول على الطعام والشراب والمأوى أم العودة إلى بلادها الغالبية العظمى من الناس يريدون العودة إلى أوطانهم فور تحسن الأوضاع وبالطبع حق العودة هو عنصر أساسي في عملنا نحن لكن أيضا من الصحيح أننا ساعدنا بعض الناس ليستوطنوا في بلدان ثالثة و 128 ألف شخص رفعنا وحلنا حالاتهم ليستوطنوا من بلد اللجوء الأول والذي يكون بلدا فقيرا موارد الاقتصادية ضعيفة لا تسمح بحياة جيدة إلى بلدان أخرى وأيضا كان لدينا مواقف إيجابية جدا من بعض الحكومات تنزانيا في العام الماضي عرضت قبول 176 ألف من البورنديين الذين هربوا من بورندي في العام 72 هذا يعني أننا نتعامل مع أحفاد هؤلاء وأبناء البورنديين الذين أصبحوا مواطنين في تنزانيا وينسجمون واندمجون بشكل كامل في المجتمع التنزاني هذا هو حلنا المفضل أن يعود اللاجئ إلى بلده بحرية وكرامة ربما من خلال توطيني مثلا العدد صغير منهم في بلدان ثالثة من خلال كرم هذه البلدان التي تمنحهم اندماجا كاملا نرى الكثير من اللاجئين يجزون حلولا لمعاناتهم لكن قلنا أن قلقنا الأكبر يبقى هو أن العدد الأكبر منه الذين لا يرون مثل هذا الحال باختصار شديد سؤالي الأخير ما الذي تأمله في فترة ولاياتك ما الذي تأمل تحقيقه خلال السنوات القليلة أو السنوات القادمة من وجودك كمفاوض سامي الأمم المتحدة باختصار ما أود أن أراه أن العالم قادر على أن يتفادى الأزمات فهناك الكثير من الجهود للاستجابة للأزمة بعد وقوعها لكن القليل من الأزمات لتفادي وقوعها أصلا ربما عندما تندلع أزمة كاميرات التلفزيون والضوضاء والضجيج والناس ينجذبون والسياسيين تحديدا لكن الوقاية هي أكثر وأفضل تأثيرا ومن الذين لديهم نظرة ما دي الأمور الوقاية ليست رخيصة لكنها ترفع المعاناة لها على المجتمع الدولي أن يعمل أكثر من أجل الوقاية ليطردني من وظيفتي أنتونيو كوتيرس المفاوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة شكرا جزيلا لك على وتفضلت به كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم في الختم أن قلوا لكم تحياتي فريق البرنامج وهذا أحمد منصور يحييكم بلا حلوط والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة